شو أنت بتعمل ايه؟ أنا الحقيقة كنت بتابع آخر تغير لحركة الجهود والطائرات على الشبكة الموحدة في الفترة الأخيرة بلايت ايه؟ بطول ايه؟ الوضع المنتظمين كان عندنا حصل في خط فصل بره فبشوف تأثيره ايه على المحطة الحمد لله ما فيش مشاكل الوضع مستقر ما فيش اي تأثير الوضع مستقر قدر اقول لنا ده العنوان العريض للمحطة هنا تماما فانت وصلت الوضع ده ازاي؟ والله الحمد لله رب العالمين يعني ممكن احنا في الكهرباء كان بالنسبالنا احنا عيشنا الناس برا عيشت صف صعب شوية في انقطاعات احنا كان بالنسبالنا صف معاناة يعني احنا ما كناش بنروح كان بالنسبالنا ان الليل ييجي ده شيء صعب جدا رمضان 2014 ورمضان 2013 حجم الانقطاعات وحجم الضغط على محطات الكهرباء ان انا حتى مش عارف اخرج للصيانة من كتر التحميل عليها ده كان مشكلة كبيرة كان بترهيك المهانسين كان بالنسبة لنا الليل واه ان هنيجي هنيجي نشتغل بالليل في رمضان افتكر من شهر في سنة للسنين احنا ما عدناش بيوتنا ما كناش بنفطر في بيوتنا الفطار ييجي يأزن مشكلة حصلت اركب خد عربيتك انت موجود في المحطة انت هتبات النهاردة في المحطة الليل كله قاعد في المحطة كان بالنسبة لنا ان الوضع يتحسن ومن عجز ستة جيجا لفاقد بهذا الحجم كان شيء لا يخطر بالأعجاز عجز ستة ميجا ستة جيجا جيجا ستة الاف ميجا في الشبكة اه كان عجز فطرة فطرة اه يطلع فاقد بهذا الشكل ده ما كانش ييجي في خيال مهندس يعني ان احنا نحلم بهذا الامر ده ما كانش على الحلم اكبر حلم لنا ان احنا نحسن الوضع ان احنا نشوف الجهود ترجع مستقرة تاني عند النومينال عند القيم العالمية عند الستاندرد فاليوز اللي احنا المفروض نشتغل به ده كان حلمنا لكن يب عندنا حد يقولي ان بعد كم سانة هيب عندنا فاقد في الشبكة ده ما كانش في خيالنا ولما بيحصل او حصل انجاز قصة نجاح قصة نجاح في كل المقاييس خلاصتها ايه خلاصتها ان كل اجهزة الدولة تضافرت عشان مشروع زي كده وعشان الحلم يتحق عشان يكون عندنا فاقد وعندنا شبكة مستقرة بهذا الشكل شبكة ريلايبل شبكة يعتمد عليها شبكة بنفس المقاييس العالمية مرة ده كان شيء مستحيل وتحقق الحمد الضرف العالمية الناس هنا في الصعيد يعني احساسهم بدا اكيد الناس كلها حسد بحجم المعاناة اللي كانت موجودة عندهم معاناة كبيرة في حجم الانقطاعات التفاكر لما كنا بنشتري بالكيلو اوه الدياز اللي كان بتيجي واللي عنده ديزل صغير يجيبه واللي عنده جامع يجيبه واللي عايز يعمل واجب مع صاحبه يجيب له ديزل واللي اخدار عبادة معينة يجيب له والتكسيفات اللي مكانش بتشتغل والاستبلايزر اللي موجود للمسبتات الجهد كنا انا كنت لسه في عيادة شايف مسبت جهد انا كنت فاكر انا بشوفوا رقم الجهد عندنا في البيوت 220 احنا كنا بنشوفوا 180 و 170 لو الناس تفتكر و 160 انا شايف ان برح الخارج 120 والدخل 220 والخارج 220 يعني استبلايزر ملوش اي لازمة عنده خلاص الحلم تحقق الشبكة مستقرة الناس كلها هتقدر تشغب حيثها اي تكيف تشغله اي حمل انت متوقع تجيبه في اي وقت مفيش اي مش كده عندك يعني لما بتقعد كده مع اسرتك او مع اصدقائك على المقهى او حتى في الوانة ساعة بتاعت بالليل بتحكيله بتقولهم ايه بقولهم ان انا نفسي اشوف كل حاجة تشتغل زي الكهرباء وهو دايما هم يقولولي انت بتكلم عن الكهرباء اه بتكلم عن الكهرباء اتكلم عن قصة النجاح اه فعلا وهو يعني اصد ايه سواعد الرجالة هنا عقول الرجالة هنا الاراضة السياسية المتحققة هنا ممكن تلعاني في كل حكل ويشغل في كل حكل لما جلنا التكليف لما رئيس القطاع بيقول لي ادخلت عليه المكتب فماشر الفين وعطاشر فشايف درونج وشايف تخطيط فبيقول لي بقوله ايه رئيس تاني قال لي ليه محطة تتعاني في اصيوت قال لي ليه محطة تتعاني في اصيوت وانزل تشوف الموقع احنا مفهوم محطات الكهرباء مفهوم كبير يعني نعمل محطة عشان اقول ان هعمل محطة انا بتكلم على ست سنين اربع سنين خمس سنين عشان ابدأ شغل ويقول لي ده الناس شغلة في الموقع واخدنا الارض والناس شغلة وانزل تشوفها مستحيل نزلت الموقع بيقول لي احنا هنشغل بعد خمس شهور من دلوقتي بعد ست شهور وقال لهم فين خطوط الكهرباء فين خطوط الوقود فين الدرونج اللي انا يشتغل عليها الناس دي شغلة الدرونج معبولة والشغل شغال طب الحقيقة هاتيه ازاي وتتشحن بجمارك وطريق هيقف وخدمات لازم تتوفر كل ده توفر كل ده تحقق كل ده كان ماشي بشكل سيمفونية عمل اكثر من رائعة حجم عمل 24 ساعة هنا الاضاءة من ساعة ما بدأت لم تتوقف في هذا المشروع انتهينا الاي دلوقتي؟ انتهينا لمحطة كهرباء بقدرة 1500 ميجر اللي يبول موجودة على الشبكة الحمد لله رب العالمين